الممثل سعيد سرحان مثل كل هالعالم أنا بالنهار اللي بلشت فيه الأحداث كنت ببرشلونا وعيد الصبح لقيت الجو هيك حملت حالي ورجعت على لبنان لأنه ما بتعرف تتضح رجل قصص لازم تكون موجود بين أهلك بين ناسك بلك دور بالمساعدة بإيواء الناس ما بتعرف يعني 2006 وعشناها يعني بس ما توقع تشوف حجم الإجرام لهالدرجة حجم المجازر لهالدرجة لهالدرجة لهلأ نحن عم نحكي في 3000 طفل استشهدوا بمحاولة إبادة جماعية لشعب بأكمله كان محبوس محاصر صار له أكتر من 15 سنة ما عم بحكي عن تاريخ العضية الفلسطينية ويلي كان عندهم المخطط النكبي والسيطرة على كل فلسطين رجعوا أحيوا بدعم أكبر أكبر هلأ ما فيك تفصل بقى بين اللي عم تشوفوا من مجازر وبين هالخطط وتفعيلة وإعادة تفعيلة يلي عم يدفع أهل غزة بأبشع أنواع إبادة جماعية اليوم شو رسالتك لكل طفل فلسطيني؟ يعني هني اللي عم يعطونا رسائل هني اللي عم بيوصلونا رسالة كتير كبيرة هل نحن عنا إنسانية ولا إذا عنا إنسانية لازم بأي طريقة نقف حدن نكون معن بأي طريقة قادرين نعمل على القليل إن إحنا كأشخاص بين هلالين بقولوا عننا مؤثرين أو قادرين نوصل لكمية كبيرة من العالم لأن حتى كلمة مؤثرين هيك صارت صار إلى بعد اقتصادي استفادة منه نحن الفادي اللي فينا نعطيها بهالمحل هو إنه عن جد نوصل صور هالمجازر يلي في حرب كبيرة هلأ عم تخاضع السوشيال ميديا بوجه الأشخاص اللي قادرين يوصلوا صوتهم ويأثروا بالعالم وينقلوا الصورة إن كان وعم نجرب قد ما فينا استخدم لغة أجنبية بما اللي منعرفوا بلغات نكون عم نساعد على القليل اللي نقول للعالم إنه يا خي ما فيك توقف وعندك إنسانية وتشوف هيك من مناظر هيك مجازر وتضلك مكتف اليوم إذا لبنان تعرض لأي اعتداء معقول نشوف ساعد سرحان حمل سلاح وعم يدافع عن أرضه أقل واجب عند أي إنسان بوجه أي محتل بيجي على أرضه إنه يدافع عنه سلاح سكينة عصاية أنا أنا حدا من النوع اللي أرفض العنف كلغة عنف لأنه خير تشين نحن عندنا حساسية للفن والفنانين ولكن بكل الشرائع والقوانين الدولية والأممية واللي بالدكية والدينية والسماوية وبيحيال لشي واحد يؤمن فيه لما يكون في عندك حدا جاية عم يحتلك لازم تواجهه بكل الوسائل وبما فيها المواجهة المسلحة رح نبعد شوي اليوم عن الأوضاع اللي عم نعيشها بلشنا فيها لأنه هي هلأ أهم شي يعني كل يوم عم نحضر السياسة خلينا نحكي عن مسلسل الغريب اللي حضرتك يعني شاركت فيه كيف تلاقيت الأصداء لك الأصداء من المسلسل الغريب اللي خلص عرضه قبل ما تبلش الأحداث والهجوم العنيف على غزة الأصداء كانت كتير حلوة كتير كتير حلوة المسلسل نشغل بحب بتفاصيله وهتمت فيها منيحة صوفي بوترس المخرجة وتجربة التانية معها كانت مع استيس بسام كوسا خليلي اللي كان مفروضي نكتب للعالم تكرهه الحمد لله متل العادي رشاعتك حطيت له كم شغلة تعاطفت معه للعالم وحتى يعني حزنه على نهايته بس بدي أذكر شغلتين وصلوني من استيس بسام كوسا رسالة هيك بعد أربع خمس حلقات من المسلسل كان عم بيقلي فيها أنه بهنيني وبرافو على هذا الشغل وهيك يعني فيه نوع من مودي وحب أن نرجع نشتغل مع بعض والرسالة التانية كانت من فرح بسيسو يلي كايت عم تلعب دور زاوجته بالمسلسل اللي هي ممثلة أكتر من رائعة هيك صابت تفاصيل كتير حلوة بالشخصيلي كتا عم بلعبها وقالت لي جملا أنه الوحيد اللي فيه عمل هيك هو المسل الجدا متمكن يلي على مستوى عالي من الأداء وهي حدا بخبرتها و بتواجدها هلأ خاصة بأمريكا بمسلسلها اللي عملته أخيرا يلي هو مو مع الممثل والكوميدي الفلسطيني اللي عم حكي شيء له علاقة بحياته كان فكانت رسالة كتير حلوة أصداء الجمهور كانت بتجنن بتجنن عن جد بتجنن إن كان لها خليل و لشخصية خليل مع أنه عنيف بس برروله كل الوقت لأنه هذا العنف نتج عن شيء بخلفية الأصل خلينا نحكي عن عملك المقبلة شو عم تحضر حاليا عم نصور مسلسل اسمه البيت الملعون انتاج إيجل فيلمز وهي تجربة الأولى لألي معهم من بعد كذا تجربة عوضنا عليك مع الصباح من قبل هايدي السنة لهلأ ما في عندي أي عمل مع شركة الصباح مع أنه يعني في قراءة لعمل ناطرين لنشوف كيف رح تكمل الحلقات وبناء عليه منشوف شو حيصير ولكن اليوم الموصل إذا راح يعني كان بالشرك وراع الشركة تانية بيقدر يرجع للشركة اللي كان يشتغل فيها وما بصير فيه منافس بين الشركتين بعتقد هو بالتوافق يعني أنه كل شي بالتوافق يعني آخرت الشي أنا بعلاقتي الشخصية مع أستاذ صادق الصباح تحديدا بالشركة ومحبتي ومودتي للمنتج بالشركة زياد الخطيب وكل المنتجين دائما في هذا التواصل يعني بمخص سعيد وين محله لأنه هذه الشركة بكذا مناسبة على لسان صاحبه واللي هو بالنسبة لي بمثابة الأب الروحي لأليه تبنى سعيد وقال نحن نعتز ونفتخر أنه هذا أبن الشركة وبناء على من هذا المنطلق ومن هذا المحل أنا دائما بتشاور مع أستاذ صادق دائما بقول له شوفي عندي شوفي أعمال ودائما بأخذ هيك مشهورته وبركته إذا بدك وهذا اتفاق من فترة طويلة يعني ما بعتقد بيصير أي آخر الشي التنافس هو حلو والمس لازم يكون موجود بكذا محل وهيدي الحصرية هني قالولي أنه نحن ما عنا حصرية فأنا كمان بدي يكون عند هيدا الجملة وبيبتبقى الحصرية إذا بدك من حصرية توقيع هي نوع من التزام معنوي قبل المادة بأنه أنت عندك هذه العلاقة الحلوة مع هول الجماعة مع هول مع هذه الشركة بهذه الصيغة الأبوية التبني اللي موجود كان فمن هذا المنطلق أنا بشاور وبشارك وأكيد بدعولي بالخير بأي شي منيح لألي دائما بنسأل أنه أنت سعيد هو الطفل المدلل للصباح لا هذا ما أنه كلام صحيح ما حدا من دلل آخرت الشي في شغل في بيزنس بده يمشي وفي اعتبارات هني عندهم ياها قد هاي الاعتبارات تحطك بهذا العمل ما تحطك بهذا العمل أنت كمسل عليك تشتغل بدك تأمن حياتك تأمن قوت يومك كذا بدك لأنه وضع بلبنان المثل اللبناني ما بياخد حق ولنكون صريحي قدام الكالي ليه ما بياخد حق لأعتبارات أنا دائما بحط شركات الإنتاج على على جنب لأنه كمان هني من إذا بدك يلي بيخضعوا لما يطلبه السوق نوعا نوعا ما يعني يعني السوق بده لمسل اللبناني والممثل سوريا ايه بعتقد حتى بمسلسل من مسلسلات شركة الصباح يعني بنحكي براندو الشرق بيدور لعبه محمد عيل بيكون قاعد هو جورج خباس بيقل له جيب لنا ممثل سوريا فبعتقد حكي وحكيوا عننا من هون بدهم لمسلسوري والشاب كبطل وبدهم لمسلل البناني والبطل اللبناني هلأ شو بيطلع لمسلل اللبناني يعني سوق حظه سوق حظه لمسلل لبناني وتحديدا المنيح يلي قد بمحل ما يكون عم بينافس لمسللسوري سوق حظه بيحطه بمكان أنه خلص يعني خليه يكون بمصاف إذا بدك الممثل التاني أو الدور التاني وهذا سوق حظ لأنه إدخلت الشي أنت عندك موهب موهبتك أثبت لمصلحة مين هالشي لمصلحة مين هدا الشي لك لمصلحة المستفيد بغض النظر مين هو محا عنوين مين هو المستفيد لمصلحة المستفيد كيف كيف بتصير القصص كيف بتم استخدام الطريقة لتتثبت هيدا هذا العرف نوعا ما ما كتير بعرف ما بعرف بعرف نتيجته علينا عم تكون كارثية لأنه إحنا أثبتنا جدارتنا أثبتنا قوتنا بنحكي كل اللغات عنا صقافة كتير كبيرة أولاد مسرح أولاد سينما قبل ما نقول التلفزيون وخريجين ولما تحطنا لما عم نعطانا دور ولو حدوده هدا الدور كان صف تاني أو تالت حتى عم نعمله دور منافس وبعتقد أنا شخصيا أثبت بكذا عمل بي وأخيرا بالغريب حتى لأنه هول الشخصيات مكتوبين شخصيات مساندة لما المساندة يصل يوصل لمحل شخصية تصير لما نكون الأكثر حديثا عنها يعني صارت شخصية صف أول لما نكون قادين نخلق هيدا الشي وما عم ينكتب لنا صف أول لنا أو ما عم ينكتب لنا شخصية أو حتى لما ينكتب لنا شخصية أولى فجأة تلاقي الدور بطلة إلك وما بتعرف ليه وما عندك تفسير صارت معاك؟ بقى صارت كذا مرة كذا مرة وما عم خص أي شركة إنتاج أنا عم بحكي بالعكس حتى بلبنان و... بتحكي بشكل عام عم بحكي بشكل عام لأقول أنه الممثلة اللبنانية عنجاد غير منصف غير منصف لدرجة بحس يخي يمكن أنا إذا العنشاد إذا باخد طاقته واللي عندي على محل تاني يمكن حس أنه أنه لقي فرصتي بمحل ما في اعتبارات باسبورك ولهجتك يعني حتى عم تشوف هلأ لدرجة في مسلين من منهم لبنانية ما حم أقول شو جنسيتهم منهم لبنانية عم بيجيبوهن تعمل شخصيات لبنانية بينما بتجيك حجاج أوقات أصدق بمسلسل كريستال بشكل عام أو بينما بتجيك ما عم سمي أبدا عم بحكي كقاعدة يعني بينما بتجيك بالمقابل لما يكون عندك شخصية وفجأة تلاقي شخصية بطلة موجودة عندك بتلاقي لحظة طب شو السبب ما لأنه النصر بما فيه شخصية لبنانية أنا برأيي الممثل الممثل اليوم بالوسط الفني فيه أشياء منيحة أشياء ممنيحة بيتعرض للفنان أو الممثل شي مرة نعرض عليك هيك شي ملغوم محلو؟ طبعا عرض علي مسلسل فيه علامة استفهام كتير كبيرة كنت من أول أشخاص يلن عرض عليهم وأنا بكل روح إيجابية خدت النص وقريته وفيه كم عبارة بالنص كحسيت لحظة نحظة وين رأي حدا المشروع يعني مين اللي عامه ومين اللي كاتب ومين اللي شغله فطبعا ضغري رفضت المشروع وقلت لا مع أنه كان العرض المادي سخي جدا بس قلت لا من خير تشي رح ينحسب عليك أنت اللي حتكون على الشاشة العالم ما بتعرف بتعرف أنت اللي على الشاشة أنت تتبنات كل ما يقال هون فطبعا قلت لا وحتى أوقات بينعرض عليك هون بالبلد مشاريع بتقول يا عمي طب هيدا عم تقدموه لممثل صف أول بالمثلين الليبنانية طب لما تقدم له يا تعقله أنا جايبك ضيف وترك له مساحته كضيف عرفت لو نخرت الشي مساحة الشخصية ما بتصنع ممثل ما بتقدم ما بتعمل أداء فعليا الممثل هو اللي بيصنع تقل الشخصية بقد ما كان مساحته شو ما كانت مساحته هو بيخليها تصير شخصية محورية أساسية بإضافاته اللي بيعملها وبطريق تقديته للشخصية أه بتصير كتير برجع بقلك يعني جد يعني بتحس أنطاقتك مهدورة بههيك بلدان بهيك محلات بهيك اعتبارات بدي نقول لأسئلة افتراضية إذا نعرض عليك مشهد قبلة تقبل وزوجتك شو رأيك كيف بيكون موقفة هل بتستشيرها أنه في عندي مشهد قبلة أو لا لا أنا ما بستشير حدا بشغلي أبدا بستشير حالي وبستشير النص واعتبارات الانتاج ورؤية المخرج هول اللي فيهم استشارات مشهد قبلة إذا بمحلة ليش لا أكيد مشكلتنا نحن بالعالم العربي لما نروح نصور المشاهد الحميمة عنا نوع من دستنس معه مسافي معه يعني تخضع لكتير عيوب ومعيوب ومعيوب فبتحسها جاية بالمحل يا خي ما أنا ركبي صح بنا لو تشوفها بالأفلام الأجنبية لأنه جزء من ثقافتهم جزء من كيف معودين بتحسها قاطعة ومنحضرهم متقبلة عادي عرفت متقبلة كتير عادي عنا هون بتحس أنه ناطروا اللي عملها لبلش انتقد يعني عرفت؟ صار في موجم لإنتقادات عن مواقع التواصل ايه وهن بيكونوا بينهم وبين بعض يعني حبينا ورغبانينا ويا لطيف يعني بس بتلاقي يعني مفجأة نعم باسة باستو يا لطيف حبيبي والله في قصص أكتر من هيك بالحياة عم تصير بيستحق نوقف عندها وإذا بدكم دلكم بنظريت أنه هني مصورين كل مشهد لحاله بس عم بيقربوا الكاميرا عبعد خليكم فيها هاي قريح طيب إذا نعرض عليك دور مثل الجنس بتقبل؟ ليش لا؟ ليش لا؟ آه ليش لا؟ إذا دور مكتوب صح وعم ينعمل بشكل صح ويمكن هلأ في كتير ناس يقولوا يه كيف عم يحكي سعيد هيك؟ لا إذا مكتوب صح ورح ينعمل صح ورح يكون فيه كمبوزيشن كتير عالي وأداء تمثيل كتير عالي وأخراج منيح إيه بس إذا كان مبتزل بس نروح نروح نقول إنه يابا بدنا نعم نمشي مع الموجة هلأ ونعمل شي مبتزل أو بشع لا إذا فيه رسالة من وراه لا تمس بأي أحد على الإطلاق بتوصل وجهات نظر كل الأشخاص بتحكي قصة اجتماعية معاناة هيك شخصية مثلا بمجتمع ما أسباب اللي خلته يوصل لهيك محل إن كانت بنيوية جسدية أو اجتماعية بتحكي عن قصة درامية هون بتحكي عن شي درامي يعني فيك تعمل سفاح ومجرم يلي هو حدا أثره أبعد على المجتمع نوعا ما من واحد خي يكون خياره هيك بالحياة ومعم يتعطى معاك ومحترم خياراتك إذا ابنك إذا ابنك قال لك هو مثل الجنس كيف بدكم ردة فعلك؟ لك هادي إشكالية كبيرة نوعا ما عرفت أنا علي ربي أولادي بمنطق احترام كل الأفكار شرط أن لا نتخطى باحترام لهذه الأفكار حدود حرية العالم علي ربي أن الحياة رجل وامرأة خياره بعدين بالحياة يتحمل مسؤوليته هو هو يتحمل مسؤوليته الخيار بيبقى علي أنا كيف أتقبله أو لا يعني صار صار الموضوع عندما يأخذ خياره موضوع صار أنا كيف أتقبل هذا الخيار بيرجع لي ما 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 شايف حالي ووصل له يعني إذا وصلت له ساعته يمكن نعمل مؤابلة تانية أو تصريح أو تعطينا رأيك وكيف عملت مع الموضوع أنا مع احترام كل مكونات الكرة الأرضية من هذا من منطلق هذا الاحترام بقول أن أنه خيارات الإنسان عندما يصبح بعمر قادر ياخد خياراته ولكن أنه أنا وجهه من هو صغير من عمر الخمس سنين ست سنين بالمدارس أعطيه هذا الشحن حطه على هذا السكة وبعدين وصله لهذا المحل لا مرفوض بتاتا ما إلك حق توصل لولد تعمله إديوكيشن تربيه على هذا الأساس لما تحط له خيارات بالحياة ربي كيف ربيت هالبشرية وبعدين ياخد الخيار اللي بده إياه وحر فيه بدي أختم بسؤال هل أنت مع تعدد الزوجات شو رأيك بالرجل اليوم اللي مزوج أربع نساء؟ لماذا شو بدي بالشغل؟ ماذا شو بدي بالشغل؟ مبطع ملع؟ أعوذوا بالله جوز أربعة جوز اتنين جوز هلأ اللي قادر يعني إذا قادر يعدل يعني بس مستحيل الإنسان بيقدر يعدل بين زوجاته مهو ما في يعدل بشي الإنسان يعني ما فيك لا ما فيك ولي بدك تفوت الفوطي أصلا يعني أنو أنت بتعملها مرة واحدة بالحياة صابت صابت خابت شو بدك بالشغل؟ تعلم منه إذا صابت شو بده بواجعة الراس الواحد؟ تعلم منه إذا خابت خيش شو بدك بواجعة الراس؟ إيه خلاص أنسى الممثل سعيد سرحان ما بدي طول عليك أكتر بدي أتمنى لك كل التوفيق ونجاح بكل مشاريعك المقبلة وبدي أتشكرك حبيب القلب شكرا لكم شكرا على هذه الزيارة ومنعان إن شاء الله ويعطيكم ألف عافية وتحية مرة جديدة لأهلنا الصامدين بغزة والله يوقف هالإبادة الجماعية وهالحرب بأسرع وقت ممكن لأنه خلص إن شاء الله يا رب شكرا كثير لكم شكرا لما عرفت كيفية الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفان دوت كوم وما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليصلكم كل جديد اشتركوا في القناة